الآن أعطي الكلمة لصاحب السمو والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله السعود وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية الشقيقة شكرا معالي الرئيس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الدورة الحالية 155 لمجلس الجامعة الموقر أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي في البداية تهنية معالي الأستاذ سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على نجاحه في رأس الدورة 154 للمجلس الوزاري كما أبارك لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني لتوليه مسؤولية إدارة الدورة الحالية 155 لمجلسنا الموقر داعينا المولى أن يسدد خطاه ويعينه على هذه المهمة كما أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام ولجميع من سب الأمان العام ما على ما يقومون به من جهود لخدمة العمل العربي المشترك خصوصا في هذه الظروف التي يشهدها العالم نتيجة جائحة كورونا أصحاب السواء المعالي تؤكد المملكة على أهمية وضغورة تعزيز العمل العربي المشترك والتمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايانا المركزية والتي تأتي القضية الفلسطينية على رأسها حيث تؤكد المملكة على مواقفها الثابتة بيقوفها لجانب الشعب الفلسطيني ودعمها لجميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل القضية الفلسطينية وتؤكد على أن السلام يجب أن يكون خيارا استراتيجيا يضمن استقرار المنطقة وهنا أدعو المجتمع الدولي لبدل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية كما تجدد المملكة رفضها لجميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وراضيه المحتلة وتستحضرني هنا الإشارة إلى نتائج أعمال اجتماعنا الأخير في فبراير الماضي الذي نتفائل فيه بخطوات مستقبلية تضامنية وتعاونية تجاه القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص الأخوة الكرام كلنا أمل أن يثمر عملنا الجماعي بتحقيق أهداف العمل العربي المشترك إن بلادي تؤكد على اهتمامها واحرصي على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية ولا تقبل بأي مساس يهد استقرار المنطقة وتدعم الحلول السياسية للأزمات كما تؤكد المملكة على أهمية التوصل لاتفاق عادل وملزم بشأن ملء وسشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف أصحاب السمو والمعالي نرحب بلادي بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض والإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني وتثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لعادة الأمن والاستقرار ونؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية وتدين بلادي التصعيد الأخير في مارب والهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي قامت بها من أشياء الحوثي على المملكة ونثمن الموقف العربي المححد الرافض لهذه الموارسات التي تقوض من فرص الحل السياسي وعدة استقرار في اليمن وإذ ندعو إلى التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأمم الخاص في اليمن ونؤكد على الموقف الداعم للوصول إلى حل سياسي شامل وفق المرجعات الثلاث المبادرة الخارجية وآليات التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 1216 كما أن المملكة تواصل مساعيها الحديثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني للشقيق ودعم الاقتصاد اليمني إذ تعد من أكبر الدول المانح اليمن وقدمت عدد كبيرا من المبادرات والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني فيه كان آخره الإعلان عن الالتزام بأربعمائة وثلاثون مليون دولار المجهود الإنساني لعام 2021 وفيما يخص الأوضاع في ليبيا فإننا نؤكد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية ونحدر من خطورة التدخلات الإقليمية في الشأن الليبي وندعم مخرجات مؤتمر بلين وبنود إعلان القاهرة ونتائج تصويت منتدى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف يوم 5 فبراير 2021 براعية من المتحدة ونرحب بتشكيل هذه الحكومة متمنينا لها التوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبها بالوحدة والأمن والنماء كما تدعم المملكة على الشقاف العراقي لتحقيق الاستقرار على كافة الأصعدة بعيدة عن تدخل في شؤونه الداخلية ونشير لأهمية التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب وصفهم تهديداً وجودياً للدول المنطقة والعالم الشقائي العزاء إننا في المملكة نؤكد على خطورة التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية وما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المنيشيات والمسلحة التي تبث الفوضى والفرخة والخراب في كثير من الدول العربية ولا رفضنا القاطع لاحتلاله للجزر الإمارات الثلاث طمب الكبرى وطمب الصغرى وبموسى ولا زلنا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليات ويزاء ما تشكل هذه المنرسات العدائية من تهديدنا للأمن والسلم الدولي وختاماً أدعو الله أن يتكلل اجتماعنا بالتوفيق والنجاح وأن نكون دوماً عوناً وإخوة المجتمعين على بناء مستقبل واعد لأجيال القادمة في وطن العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته